قرارت لجنة والانذباط التابعة للرابط المحترف الأولى موبيليس معاقبة لعب اتحاد العاصمة عبد السلام بوشوارب بالإيقاف لمباراة واحدة بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين سنتيمة بسبب الاحتجاج على قرارات الحكمة كما قرارت لجنة توقيف لعب نجمقرى صالح حميدة لأربعة مباريات منها مبارتين موقوفتان نفاذة وغرامة بقيمة أربعة ملايين سنتيمة كما عاقبت الهيئة ذاتها لعب شبيبة القبال أوقاس جوبا بالإيقاف لثلاثة مباريات منها واحدة غير نافدة وتغريمه بثلاثة ملايين سنتيمة بسبب اعتداء على أحد لاعبي ملودية وهرانة في المباراة التي فاز بها الكناري بربعية نظيفة